موسيقى انتصف ليل القاهرة حان وقت الحصاد أهلا بكم فبدايته بأبرز الملفات أمريكا تنفي مشاركتها في هجوم ناطانز وإيران تعلق تعاونها مع دول أوروبية لافروفيا استبعد الوساطة الروسية في أزمة سد النهضة ويقترح المساعدات الفنية الرئيس العراقي يوقع مرسوما بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر دعوات فلسطينية لحماية مرشحي الانتخابات عقب محاولة استهداف مرشح قائمة المستقبل كل عاما تنبال في خير إلى التفاصيل أهلا بكم نفى البيت الأبيض ضلوع أمريكا في حدث انقطاع الكهرباء في موقع ناطانز النووي الإيراني من جهتها اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف وراء هذا الهجوم بتزامن مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إلى إسرائيل التي استمرت على مداري يومين تزامنا مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن إلى إسرائيل وجهت تهران أصابع الاتهام إلى تل أبيب بالوقوف خلف الهجوم التخريبية الذي طال منشأة ناطانز النووية وينذر ذلك الاتهام بتصاعد جديد للتوتر بين إيران وإسرائيل التي تعد الحليفة الأبرز للولايات المتحدة الأمريكية زيارة أوستن تاتي لتهديئة مخاوف الحكومة الإسرائيلية بشأن المسائل المتعلقة بالأمن الإقليمي في ظل جهود أمريكية حثيثة لحياء الاتفاق النووي الذي انسحبت منه إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب وخلال الزيارة التي تعد الأولى لمسؤول كبير بإدارة بايدن إلى إسرائيل عقد أوستن لقاءات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع وأكد أوستن التزام الولايات المتحدة الكامل تجاه أمن إسرائيل وضمان تفوقها العسكري النوعي لمواجهة أي تهديدات ولكن دون الإشارة بشكل صريح إلى إيران إلا أن المسؤولين الإسرائيليين أكدوا في حضور أوستن أن بلادهم تنظر إلى الولايات المتحدة على أنها شريك كامل في مواجهة التهديدات التي تعد إيران أخطرها وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانيتس إلى أن بلاده ستعمل عن كثب مع الولايات المتحدة لضمان أن يجعل أي اتفاق نووي جديد مع إيران المنطقة أكثر أمنا وليس أكثر خطورة أعلنت إيران تعليق تعاونها مع الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق الإنسان ردا على عقوباته الجديدة بحق مسؤولين إيرانيين وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على قائد الحرسة ثوري الإيراني وعلى سبعة من قادة البسيج وشرطة الإيرانية بسبب حملة القمع المميتة ضد الاحتجاجات التي اندلعت أواخر عام 2019 عقوبات جديدة تفرض على مسؤولين إيرانيين هذه المرة من الاتحاد الأوروبي وليس من الولايات المتحدة تمثلت بتجميد أصول ومنع منح تأشيرات دخول لثمانية مسؤولين من بينهم قائد الحرس الثوري الإيراني وثلاثة كيانات لدورهم في الرد العنيف على مظاهرات نوفمبر عام 2019 التي شهدتها إيران ضد النظام القائم فيها هذا الأمر لم يروق لتهران التي أعلنت من جهتها تعليق أي حوار حول حقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي والتعاون الناتج من هذا الحوار وفق بيان للخارجية الإيرانية موضحا أن تعليق التعاون سيشمل خصوصا الإرهاب ومكافحة الإتجار بالمخدرات واللاجئين وكان الاتحاد قرر أن يمدد حتى الثالث عشر من إبريل عام 2022 الإجراءات التي فرضها منذ عام 2011 العمل بلائحة منع وعقوبات ردا على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في إيران وتضم اللائحة 89 شخصا وأربعة كيانات والأشخاص الثمانية الإضافيون الذين فرضت عليهم عقوبات هم قادة الميليشيات والشرطة والقوات الخاصة الإيرانية والمدير السابق لسجن إيوين والكيانات الثالثة هي سجون إيوين وسجنان آخر وتقضي العقوبات بحظر السفر وتجميد الأصول إلى ذلك يمنع الاتحاد الأوروبي إيران من استيراد معدات يمكن استخدامها لأغراض قمعية وتجهيزات سمعية وبصرية للمراقبة بالمقابل يحذر على مواطن وشركات الاتحاد الأوروبي أن يضعوا أموالا في تصرف أفراد وكيانات أدرجوا على قائمة العقوبات اشتركوا في القناة أكد رئيس المصري عبد الفتاح سيسي ضرورة التوصل إلى تفاق قانوني شامل وملزم بشأن ملف سد النهضة وتشغيله وخلال لقاء وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف شدد سيسي على أن عدم حل هذه القضية هذا الملف من شأن أن يؤثر سلبا على أمن المنطقة واستقرارها من جانبه أكد لافروف رفض روسيا المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض الإجراءات أحادية الجانب نتعب في ظل تعفر مفاوضات سد النهضة روسيا تدخل على خط الأزمة فما الذي يمكن أن تقدمه موسكو لحل حالة هذا الملف سؤال يطرح نفسه على ضوء الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى القاهرة وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن القاهرة تعول على علاقات موسكو وآدس أبابا للمساعدة في التوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة ومنع اتخاذ إجراءات أحادية بشأن أزمة السد من جانبه أكد لافروف رفض روسيا المساس بالحقوق المائية التاريخية لمصر في مياه النيل ورفض أي إجراء أحادي مشيرا إلى أهمية توصل الدول الثلاث إلى حل تفاوضي توفقي يحفظ مصالح الجميع وكشف لافروف أن روسيا تعتقد أن حل أزمة السد يجب أن يكون إفريقيا موضحا أن بلاده اقترحت مساعدة فنية وتقنية في محادفات سد النهضة لكنها لم تقم بوسطة مشددا على أن الاتحاد الإفريقية يجب عليه حل الأزمة وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حفر خلال لقائه بلافروف من تداعيات عدم حل الأزمة وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وملزم مشيرا إلى أن عدم حل تلك القضية من شأنه أن يؤثر بالسلب على أمن المنطقة واستقرارها تنضم إلينا من القاهرة ضيفتنا صباحة موسى الخبيرة في أشؤون الإفريقية أهلنا سيدة صباحة بك على شاشة الغد كل عام وحضرتك بألف خير في ملف سد النهضة روسيا لن تلعب دور الوسيط ما الأسباب؟ كل سنة وحضرتكم بألف خير ورمضان علينا بخير جميعا يا ربي إن شاء الله اللهم أمين بالنسبة للزيارة التي قام بها وزير الخارجية روسي للقاهرة اليوم تم التأكيد فيها على عدم المساس بحسة مصر المائية أيضا تحدث حديث أكد فيه وقف الإجراءات الأحادية وهذا يشير به إلى عدم توجه أسيوبيا إلى الملء الثاني بشكل منفرد بالتأكيد الزيارة التي قام بها لفاروف إلى القاهرة اليوم هي مهمة وفي إطار سد النهضة مهمة جدا مصر تحاول أن تنور المجتمع الدولي وخاصة على مستوى الدول الكبرى في العالم تنور لهم بقضية سد النهضة الموقف الروسي اليوم قد يتبعه مواقف أخرى هناك حديث يتحدث على أن هناك مبعوث روسي سيزور المنطقة خلال الأيام القليلة القادمة ربما يفعل كما حدث مع الوفد الأبريكي الذي زار القاهرة والخرتوم وأديس أبابا وكنشاسا وبالتأكيد المبعوث الروسي من الممكن أن يحكم بهذه النهضة وكذلك معلوم التصريحات التي ذكرها لفاروف حول حقوق مصر المائية التاريخية كذلك الإجراءات أحدية الجانب لكن أعود إلى طويات السؤال لا وساطة روسية في هذا الملف ما الأسباب؟ لماذا رفض الجانب الروسي أن يلعب دور الوسيط؟ لماذا؟ البداية أصلا إسيوبيا هي التي ترفض الوساطة الدولية لم يطلب من روسيا وساطة أساسا كان فيه مقترح سوداني بوساطة ربعية إسيوبيا لم تقبل بعملية الوساطة مصر والسودان تريد وساطة دولية منها كما تعلم الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي لكن إسيوبيا هي التي ترفض مصطلح الوساطة تقبل برقيب لكنها لا تقبل بوسيط وفي هذه الحالة روسيا لم يطلب منها ولو طلب منها يعني الجانب الإثيوبي رفض الوساطة الربعية ورفض أي وساطة باستثناء الاتحاد الأفريقي طيب روسيا على لسان لافروف قالت ستدعم حل الأزمة تحت المظلة الأفريقية هل هذه إشارات إلى إفادات إثيوبية إلى رغبات إثيوبية إذا كان الأمر هكذا ما الذي بين السطور الذي بين السطور نحن في إطار الاتحاد الأفريقي نحن لا نرفض الاتحاد الأفريقي في حد ذاته لكن التجربة مع الاتحاد الأفريقي لقرابة العام كانت هناك محادثات ومفاوضات داخل أرواق الاتحاد الأفريقي ولم تفضي إلى شيء في كنشاسة الاجتماع الأخير مقترح الربعية الدولية حتى مصر والسودان لكي تكون هناك مرونة وفق على أن يكون هذه الوساطة تكون بالدور المسهل ولكن أيضا إثيوبيا رفضت ذلك هي قالت ستضيف جنوب إفريقيا ومصر والسودان وفق على ذلك لكنها رفضت الأمم المتحدة وقالت لا نقبل بها السودان يقول ممكن أن نفتح الوساطة الربعية لخماسية وسوداسية لكن من المهم أن يكون فيه عنصر دولي يعني إذن ممكن المفاوضات داخل إطار الاتحاد الأفريقي لكن في وجود عنصر دولي يقوي ويساعد آلية الاتحاد الأفريقي التي أثبتت فشلها على مدى عام طيب هل هناك أي ضمانة سواء ضمانة روسية أو غيرها لعدم المال الثاني للسد من الجانب الإثيوبي نحن في هذه المرحلة نريد أن نشهد العالم على إثيوبيا نضع أمامها أمام الطاولة ماذا سيحدث أو ما يدور داخل الغرف المغلقة حتى يكون المجتمع الدولي يعني حاكم بيننا بعد ذلك رفضت إثيوبيا وتعنتت ووصلت ملقاها الثاني ضاربة بعرض الحائط أي مقترح أو أي وساطة أو أي رقابة أو أي مساهل بالتالي لكل حادثة حديث يعني الغرض من إشراك المجتمع الدولي هو يعني التنوير وجعله شاهد على ما يحدث داخل الغرف المغلقة مع إثيوبيا التي تصدر للعالم أنها دائما هي مع المفاوضات ومع الحل السلمي وأنها تقدم مبادرات ولكن إثيوبيا على أرض الواقع لا تقدم شيء بل بالعكس هي تريد المماطلة والتعنت سؤالي لأخير لك سيدة صباح الجانب الروسي على لسان وزير الخارجية قال روسيا ستقدم مساعدات فنية ربما السؤال لمن لمن هذه المساعدات وما هي طبيعتها يعني هو تحدث على أن روسيا لم يطلب منها الوساطة ولكن هي على استعداد لتقديم مساعدات فنية وتقنية أنت تعلم أن السد في الإنشاءات الحالية يحتاج إلى مثل هذه المساعدات الفنية والتقنية شكلها إلى من تقدم بالتأكيد ستقدم لإثيوبيا هل إثيوبيا ستقدم تنازلات في مقابل هذه المساعدات الأمور ليست واضحها بالصورة المطلوبة إلا إذا يعني وفقت إثيوبيا في الإنخراط في مفاوضات تكون روسيا فاعلة فيها أو تكون روسيا لديها مبعوث يذهب إلى أديس أبابا يقدم عرضه بتفاصيله ننتظر ونرى ماذا ستسفر عليه الأيام المقبلة في أزمة سد النهضة نترقبها معك مع دفول لعب كبير مثل روسيا في الموضوع نترقب الأمور معك شكرا جزيلا صباح موسى الخبيرة في عشونا الإفريقية ضيفة كانت على شاشة الغد أشكرك جزيلا ترجمة نانسي قنقر اعلن رئيس العراقي برهم صالح توقيع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبلة القادم فيما طالب صالح مؤسسات وأجهزة الدولة العمل على إجراء انتخابات نزيها في مختلف مراحلها وأكدنا على أنها ستجرى في ظروف صعبة وقعت المرسوم الجمهوري الخاص بإجراء الانتخابات النيابية المبكرة هكذا أعلن الرئيس العراقي برهم صالح توقيع المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر المقبل وأضاف صالح إلى أنها تأتي بعد حراك شعبي طالب بالتغيير لكنها ستجري في ظروف ليست بالسهلة نعلم أن الانتخابات ستجري في ظروف نقدر وتقدرون حتما مصاعبها إذ ما زالت أزمة كورونا مستمرة للأسف الشديد كما أن التحدي الأمني بمجابهة الإرهاب والخارجين عن القانون ما زال قائما ولم يوقع صالح على إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد المحدد لها إلا بعد استكمال أعضاء المحكمة الاتحادية والتي كانت تشكل أحد العقبات الرئيسية لإجراء الانتخابات في حين تشهد الساحة السياسية تجاذبات مختلفة بين الموافق على إجرائها والمطالب بتأجيلها وكانت قوى وشخصيات سياسية قد اعترضت في وقت سابق على توقيت إجراء الانتخابات لأسباب منها عدم وجود وقت كاف لتحديث سجلات الناخبين وتهيئة كل المستزمات الفنية واللوجستية للعملية الديمقراطية النزيهة فيما رفضت شرائح من الحراك الانتخابات لكونها ستجري بسيطرة الميليشيات والقوى السياسية النافذة والمتهمة بالفساد منذ سنة 2003 انضم إلينا من القاهرة ضيفنا رائد العزاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي أهلا بك سيد رائد على شاشة الغد كل عام وحضرتك طيب فكرة الانتخابات المبكرة أساسا أصلا مبنية على رؤية الحراك غضب الشارع العراقي ليس كذلك وطبعا الفساد المنتشر لكن الحراك الآن في التوقيت الراهن ما زال له تحفظات يقول معادلة سيطرة الأحزاب على الدولة كما هي حتى الآن يا سيد رائد لا تغيير في أي شيء إجراء الانتخابات سيصب الآن في مصلحة جميع القوى الموالية لطهران ألا ترى تناقض في مسألة إجراء الانتخابات مع رؤية الحراك؟ تحية تليخ بمقامك الكريم بكل عام وأنتم بخير رمضان كريم مبارك إن شاء الله الله أكرم سؤال حمال أوجه بحقيقة وما كنت أتمنى أن أضع نفسي أمام هذا السؤال أنت أهل لها يعني يحمل وجوه متعددة لكن دعني أقول لك بأن العراق ليس ذاك العراق الذي يتصوره الحراك الشعبي يعني ليس ذاك العراق الذي مع قبل أكتوبر 2019 حكومة جديدة استطاعت أن تقوم بإجراءات خلال تقريبا عام إجراءات كانت من الصعوبة بما كانت تحصل في العراق خلال 17 عام مر بها العراق من أزمات شيء آخر أنه كل هذه الأذرع أذرع إيران وميليشيات إيران هي متكسرة وإلا بمعلوماتي ومصادر الخاصة اليوم محمد كوثيراني مسؤول ملف العراق في حزب الله اللبناني وواحد الشخصيات المقربة من خامنين زار بغداد وحاول ويحاول الآن لملمة البيت الشيعي طبعا على الفكرة كل البيوت كل البيوتات السياسية في العراق متهرئة دعنا نكون واقعيين وهذا سأبتلك بإجابة ربما جديدة مختلفة كل البيوتات متهرئة البيت السني متهرئ البيت الكردي متهرئ والبيت الشيعي متهرئ وهو الأغلبية إذا أردنا أن نتحدث عن الأغلبية والكتل السياسية النافذة التي يمكن أن يخرج منها لأيس الوزراء المقبل أقصد بأن حكومة الكاظمي استطاعت خلال الفترة الماضية أن تحدث حراكا قويا داخل الشارع العراق بمعنى أنه اليوم على الأقل ست إلى سبع أحزاب جديدة من أبناء الحراك الشعبي الذين قادوا ثورة دفع أبنائنا دماء زكية لها سيشاركونها من الانتخابات بمعنى أقول لك وهذه رؤية مبنية على أسس معينة وعلى دراسة واستطلاعات للغاية سبعين إلى خمسة وسبعين بالمئة من الوجوه الحالية الموجودة في السلطة أو الموجودة على الأقل في مجلس النواب لن تجدها في الانتخابات المقبلة سبب بسيط جداً على سبيل المثال الآن القانون الانتخابات الجديد أعطى الأمر فردي بمعنى أنه من يحاوب سينتخب على أساس الشخص وهذه كانت العقبة الكأداء في الاختيارات كان القانون السابق كان قانون مجحب بحق الناخب العراقي هذا واحد شيء الآخر أنه الآن هناك نوع من الثقة في الحكومة العراقية أقول نوع من الثقة في الحكومة العراقية بمعنى أنها ستوجد انتخابات نزيهة على قدر كبير أولاً لا انتخابات للخارج وأنا شهرت انتخابات الخارج في الأردن وفي تركيا وفي سوريا وهنا في مصر وكان عملية التنسوير واضحة بلا أد شك شيء الآخر بأنه حتى الجيش حتى القوات المسلحة التي كانت للأسف الشديد في داخلها قيادات موالية للحكومات السابقة ونقصد رقومتك المالكي مفهوم تحديداً مفهوم لن يكون هناك عملية انتخاب بشكل مباشر يعني لست تكون انتخابات مسيطرة عليها بحيث لا حصل فيها تزوير وتحصل بطاقات المطورة هل تسمح لي بالمقاطعة يا سيد رائد المقاطعة فيه نقطتين فيه نقطتين النقطة الأولى مثلة إجراء الانتخابات الآن وفي هذا التوقيت هناك إقرار رئاسي من رئيس الدولة من برهم صالح يقول نعلم أن الانتخابات ستكون صعبة لما العلة أين هي في الفيروس وفي السلاح المنفلت هذا إقرار رئاسي كيف ستتم عملية تأمين الانتخابات في هكذا أوضاع هذه النقطة النقطة الأخرى هي ما ذكرتها لنا الآن مسألة القانون الجديد وأعطى للمرشح المستقل نسب أعلى مما كان في السابق أليس كذلك هناك اعتراض من قبل الأحزاب كدولة القانون أليس كذلك شكراً جزيلاً سؤال أيضاً جيد الموضوع ليس بيد مع كل تقدير لسيد الرئيس الجمهورية باعتباره هو من وقع على قانون حل البرلمان وقانون إجراء الانتخابات المادة 64 من الدستولات تعطيها حقية ما في إصدار هذه المراسيم لكن في الحقيقة من سيكون ملزماً بانتجر الانتخابات بعملية ضبط للسلاح وعملية عدم تهديد للناخب وعملية الحفاظ على حقوق الناخبين والنتائج الانتخابات هو سيد رئيس الوزراء سيد مصطفى الكاظمي ولحد الآن ما نتلمسه من حكومة الكاظمي أنها جادة في ذلك شوف ربما بعيد عن الإعلام غير موجود بالإعلام لكن هذه المصادر خاصة تتحدث عن أنه سيد الكاظمي هيئ كثير من الدعم اللوجستي للمفوضية العليا لأن تجرى الانتخابات بشكل نزيح واحد اثنين أنه لا زال يعمل والأجهزة الأمنية وإجهزة المخابرات وإجهزة الجيش ومقافحة الإرهاب للسيطرة على السلاح المنفهدت شيء الآخر أقول لك وربما هو غريب بالكلام الذي أقوله لكن هو هذا الصحيح من وجهة نظري لأنه سيد الكاظمي أن يكون صوت الناخب هو الصوت الأساسي شيء الآخر ثاني من سؤالك وهو يعني شوف المسألة مسألة الأحزاب ما عادت الأحزاب في السلطة كما كانت 2019 أظهرت عوارات هذه الأحزاب سنية وشيعية وعربية وكردية أظهرت عوارات هذه النخب التي حكمت لسبعة عشر عام وبالتالي الناخب العراقي وهذا ما أدعوه اليوم من هذه القناة من منبر قناة الغد وهو منبر يعني منبر عروبي محترم شكرا أدعو كل العراقي اللي مشاركة في الانتخابات شاركوا وضعوا أصواتكم وخولوا كلمتكم فهي الفصل في الحياة السياسية لدي أقل من دقيقة سيد رايد أريد أن أستشعر مسألة العزوف في المشاركة في الانتخابات هل وارد العزوف استطلعت الرأي تشير إلى نسب مرتفعة جدا من العزوف سواء من الحراك سواء من دولة القانون ومن هم على غرارهم من رفض الانتخابات المبكرة في هذا التوقيت حتى الحديث عن عراقية الخارج ليس وارد الآن هم لن يشاركوا في الانتخابات العزوف هو سيد الموقف أم لا 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 أختلف معك بحسب استطلاعات رأي رسمية وكان السؤال من كان سؤالين حقيقة واستطلاع رأي موجود طبعا بس لكن محتفظ يعني محتفظ بي يعني مسويه بشكل محترم محترف جدا لا هناك نسبة عالية من الانتخابات من المشاركة في الانتخابات تصل إلى 37 إلى 35% وهو رقم أفضل من السابق الشيء الآخر أنه دولة القانون أو غير دولة القانون ليست لديها جمهور كبير انتبه لشيء أساسي أو ليجب أن ننتبه لشيء أساسي أنه ما عادت هذه ما عادت هذه الوجود ما عاد العسكر القديم يستطيع أن يقنع الشارع العراقي ما عاد حتى جمهورهم نفسه يعني سيد المالكي 700 ألف صوت كانت في الانتخابات 2018 أنا أضمن لك أنه لن يحصل إلا على 70 ألف ليس 700 ألف مع كل تقدير لشخص السيد المالك لأنه شارع العراق الآن قلت لك كشف عوراتهم جميعا أصبحت العورات مكشوفة العورات السياسية نفسهم وعذرا للتعبير لكن هذا هو التعبير السياسي الصحيح أنه كشفت خيبة أمل الشعب العراقي بهذه القيادات ولهذا سنجد وجوه جديدة مختلفة عن السابق هذا العسكر القديم لن يعود مرة أخرى إلى الواجهة في هذا القانون أشكرك جزيلا أسد رائد العزاوي الكاتب والمحلل السياسي العراقي ضيفا كان على شاشة الغد أشكرك جزيلا أصاد الليلة مستمر معكم من الغد بعد الفاصل تتابعوه الدبايبة وأردوغان يؤكدان التزامهما بتفقي ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا من جديد أهلا بكم في حصاد الليلة الآن تذكر بالملفات أمريكا تنفي مشاركتها في هجوم ميناتانز وإيران تعلق تعاونها مع دول أوروبية لافروف يستبعد الوساطة الروسية في أزمة سد النهضة ويقترح المساعدات الفنية الرئيس العراقي يوقع مرسوما بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر دعوات فلسطينية لإحماية مرشحي الانتخابات عقب محاولة استهداف مرشح قائمة المستقبل من جديد أهلا بكم مدانة قائمة المستقبل إطلق مجهولين النار على منزل حاتم شاهين مرشحي القائمة في محافظة الخليل بالضفة الغربية ودعت القائمة في بيانها النائب العام وأجهزت السلطة الفلسطينية إلى فتح تحقيق جنائي والعمل على سرعة ضبط جناه وصفت القائمة الحادثة بأنه محاولة لعرقلة العملية الانتخابية وهو ترهيب للمرشحين عملية إطلاق نار على منزل المحام حاتم شاهين المرشح في قائمة المستقبل عن محافظة الخليل لقطات مصورة أظهرتها كاميرات المراقبة لسيارة يستقلها مجهولون أطلق النار بشكل مباشر على منزله وسيارته قبل أن تتحرك السيارة نفسها ويطلق من فيها النار على مكتبه بعيدا عن مكان منزله وكان شاهين قد أكد أن حملة التحريض على مواقع التواصل الاجتماعي هي من دفعت هؤلاء لإطلاق النار بعض الأحياء أجزم أنه فيه سائق وآخر نزل من جنب الشوفير أطلق النار على البيت وفروا هاربين تواجهنا اتصلنا في المباحث الجنائية حسب الأصول يجوا أخذوا التسجيل ولموا عشرات الأصفار الفارغة أو الظروف الفارغة صباحا بكتشف أنه أيضا المكتب تم إطلاق النار عليه وكانت كتلة المستقبل قد سارعت إلى عقد مؤتمر صحفي أدانت فيه حادثة إطلاق النار إن هذا النوع من السلوكيات إنما ينم عن محاولة بعض الجهات ترهيب المرشحين وعرقلت مسار العملية الديمقراطية وتوسيع رقعة الفلتان الأمن في المحافظات الشمالية وحسم المعركة الانتخابية بقوة السلاح عملية إطلاق النار التي وقعت في الخليل أخذت صدا واسعا بالشارع الفلسطيني في الوقت الذي أصدرت فيه الفصائل الفلسطينية بيانات مختلفة تشجب فيها الحادثة هذا عمل جبان ما بيقوم فيه إلا غير أذرع الاحتلال الإسرائيلي بغض النظر شهيل أدوات اللي نفذت الأستاذ حاتم شاهين أحد الشخصيات المحترمة في محافظة القليل في فلسطين ممنوع المساس بالحالة الديمقراطية بعيدا عن الخلاف أو التقاء بوجهات النظر أنا أسمي غسان عمر أحد كوادر حركة فتح أتطوع للأخ حاتم شاهين متطوعا مديرا لحملته الانتخابية وكان عدد من الفلسطينيين قد تضامنوا مع شهين لحظة سماعهم خبر إطلاق النار رافضين ما حدث معه جملة وتفصيله هل ستتكرر عملية إطلاق النار على منازل المرشحين قبيل الانتخابات الفلسطينية ومن الذي يقف وراءها وما الهدف من القيام بذلك أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة رائد الشريف الغد الخليل فلسطين من جانبه قال أشرف دحلان مفوض قائمة المستقبل إن حدث إطلاق النار على مكتب حاتم شاهين هو جزء من حملة منظمة تنفذها بعض الأطراف في محاولة منها لمنع قائمة المستقبل من الاستمرار في السباق الانتخابي أضف أشرف دحلان في لقاء معنا على شاشة الغد أن مجموعة من مرشحي قائمة المستقبل تعرضت لتهديدات وابتزازات سابقا هي ليست حادثة معزولة أو فردية وإنما هي جزء من حملة منظمة تنفذها بعض الأطراف في محاولة منها لمنع قائمة المستقبل من الاستمرار في السباق الانتخابي تعرض قبل ذلك العديد من مرشح قائمة المستقبل لكثير من التهديدات والابتزاز عمليات منظمة ورخيصة من الناحية القانونية هي الاعتداء المنظم ضد المرشح حاتم شهين المرشح رقم 13 على قائمة المستقبل جاء في سياق اعتماد لجنة الانتخابات المركزية لقائمة المستقبل ورد الاعتراضات التي تقدمت بها بعض الأطراف أو بعض الأشخاص هم لم يستطيعوا منع قائمة المستقبل من النفاذ إلى مراحل العملية الانتخابية عبر القانون يحاولون الآن استخدام أدوات السلطة الجبرية يعني حسم المعركة الانتخابية بقوة السلاح بدلا من حسمها عبر صندوق الاقتراع انتخبت حركة حماس خالد مشعل رئيسا للحركة في الخارج وموسى أبو مرزوق نائبا له وقالت حماس ان اختير مشعل جاء في اطار الانتخابات الدورية الداخلية التي تجريها في مناطقها المختلفة أكد رئيس التركي رجب طابر دغان ورئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة التزمهما باتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقعة عام 2019 هذا ووقع وفداء البلدين عددا من الاتفاقيات الجديدة أبرزها تشكيل لجنة التعاون المشترك الاستراتيجية الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا وليبيا ترأسه الرئيس التركي رجب طيب إردوان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في القصر الرئاسي في أنقرة خلال زيارة الوفد الليبي الكبير الذي ضم 14 وزيرا أنجزنا بنجاح عقد اجتماع التعاون الاستراتيجي الأول بين بلدينا واتفقنا على تطوير وتعزيز علاقاتنا في كل المجالات انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بلدينا وشعبينا أولوياتنا الحفاظ على استقلال ليبيا ووحدة أراضيها نحن نبحث عن علاقات استراتيجية على أساس المصالح مع كل الدول الصديقة والجارة وخصوصا دولة تركيا الشقيقة والجارة ومع القليل من الحكمة والإرادة نستطيع أن نحقق مصلحة الجميع فيما يتعلق بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين وخاصة البحرية منها نؤكد عن صحة الأطر التي بنيت عليها هذه الاتفاقيات اتفاقيات جديدة تم توقيعها بين الحكومتين الليبية والتركية تركزت على محورين العسكري والأمني والاقتصادي فيما تم التركيز على قطاع الخدمات بما يشمل الطاقة والصحة إلى جانب عودة الشركات التركية إلى ليبيا واستكمال المشاريع المتوقفة هناك زيارة مهمة للغاية وتحمل الرسائل العديدة وخاصة في حجم هذا الوفد الكبير واضح للغاية بأن الزيارات المتبادلة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة الماضية والمباحثات والاتصالات هي إشارة واضحة على أن هناك رغبة من كل الطرفين لتعزيز العلاقات والاستمرار في التفاقيات التي وقعت وأبرمت مع حكومة السراج ولكن بنهج وصيغة مختلفة خلال المرحلة المقبلة ويضم الوفد الحكومي الليبي الذي وصل إلى أنقرة رئيس البنك المركزي الليبي وخمسة نواب لرئيس الوزراء وأربعة عشر وزيرا أبرزهم وزراء النفط والغاز والخارجية والتعاون الدولي والمالية والداخلية إلى جانب رئيس الأركان العامة الليبي على خطى حكومة الوفاق الليبية السابقة والانطلاق من الاتفاقيات التي وقعتها مع الجانب التركي تسير حكومة الوحدة الوطنية الليبية ولكن مع تغيير التكتيك المعتمد حسب مراقبين الذين رأوا في أن السبب في ذلك هو عدم الرغبة في إثارة أطراف عدة إقليمية ودولية على مصبحات الغد اسطنبول أعلن وزير الاتصال الجزائر عمار بالحمر اصدار مشروع قانون الإشهار بعد أن عرفت البلاد فراغا قانونيا في هذا القطاع كما أكد وزير الاتصال أن القانون الجديد ستعامل مع الإشهار العمومي باعتباره نشاطا تجاريا في المقام الأول وليس على أساس الوصاية كما كان عليه الأمر سابقا لطالما بقي مشروع قانون الإشهار في الجزائر يراوح مكانه فمنذ التعددية الإعلامية في البلاد عام 1990 لم يتم إصدار القانون رغم المشاريع النصية المتعددة لوزراء تعاقبوا على قطاع الإعلام والاتصال اليوم وبعد أكثر من ثلاثة عقود يؤكد وزير الاتصال عمار بالحمر أن مشروع قانون الإشهار سيرى النور عما قريب لتصحيح الاختلالات المسجلة وكمرحلة أولى تم وضع 15 معيارا موضوعيا للاستفادة من الإشهار العمومي كإجراء انتقالي قبل صدور القانون إلى حد الآن لم نرى أي أطر لهذه المعايير الخمستاش التي تحدد وتكسم الإشهار العمومي على وسائل الإعلام ولهذا أقول نتمنى أن لا يكون مشروع قانون الإشهار مثل هذا الوعد بالمرحلة الانتقالية وقد أكدت وزارة الاتصال أن مشروع القانون سيتعامل مع الإشهار العمومي باعتباره نشاطا تجاريا اقتصاديا بالمقام الأول وليس على أساس الوصاية كما كان عليه الأمر سابقا حيث تحتكر الوكالة الوطنية للنشر والإشهار منذ تأسيسها كل معاملات سوق الإشهار العمومي سمعنا كلاما كثيرا بخصوصي أن أموالا ضخمة كانت تمنح عبر هذه المؤسسة كإشهار لجرائد لم تكن تصدر لم تكن تسحب وسيخص مشروع قانون الإشهار بنودا متعلقة بالإشهار عبر المواقع الإلكترونية التي تراهن عليها وزارة الاتصال وتعتبرها مستقبل القطاع السلطات في الجزائر اقتنعت بضرورة الاعتماد على الإعلام الإلكتروني الذي سيكون له مستقبل والذي تتجه كل الأخبار منه كما كشف وزير الاتصال عن وجود 45 موقعا إلكترونيا ينشط بطريقة قانونية في البلاد مؤكدا أن الساحة الإعلامية في حاجة لأكثر من 100 موقع إلكتروني مصطلح احتكار الإشهار العمومي في الجزائر ظل لصيقا بمفهوم التأثير على الإعلام ومحاولة توجيهه ما جعل ممارسي هذه المهنة يرجون القطيعة مع التصرفات السابقة بنص القانون الجديد حسن جزيري قناة الغد الجزائر أعلنت هيئة قناة السويس المصرية استلام الكراكة الجديدة مهمميش أحدث وأكبر كراكة في الشرق الأوسط أنا تهيئة قناة السويس عمليات تعويم الكراكة وصحبها إلى منطقة الورش استعدادا لدخولها الخدمة استفاف لعدد من السفن داخل المجرى الملاحي لقناة السويس وإطلاق المياه من الجانبين إيذانا بوصول الكراكة مهمميش التي تعد الأضخم في الشرق الأوسط وإفريقيا الكراكة العملاقة تعزز من قدرات مرفق قناة السويس بالتكريك الدائم للحفاظ على عمق القناة الذي يبلغ 24 متر أنا شعر بالفخرة والاعتزاز وأن ربنا بيكرمني ومني الاسم اللي متعلق ده وسام على سيدين محتاجين زيادة وزيادة كمان يعني المجوء كويس بس المشكلة أنك أنت بتعامل سفن عملاقة دلوقتي فلازم عندك القدرة على التعامل معها وكانت مصر قد أبرمت حقدا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين الأولى حملت اسم مهاب مميش والأخرى سميت حسين تنطوي وسيتم تسليمها أغسطس المقبل ويصل طولهما نحو 147 مترا ونصف المتر ويعملان في أعماق تتجاوز 35 مترا نحن نعزم من قدراتنا وإمكانياتنا سواء في الكراكات أو في القاترات فيه كراكتين وكراكتين وهم دلوقتي دي واحدة جات منهم والتاني إن شاء الله الكراكت حسين تنطوي تصل شهر تمانية السنة دي بإذن الله ودي أضافة كبيرة طبعا لأسطول الكراكات وتعمل مصر جاهدة على رفع قدراتها لتأمين المجرى الملاحي بمؤدات تحريك وقاترات عملاقة خاصة بعد أزمة السفينة الجانحة لضمان حركة الملاحة الآمنة التطوير والتحديث سواء كان للمجرى الملاحي أو للأسطول البحري أو للمعدات البحرية كل ده في خدمة المجرى الملاحي في هيئة قناة السويس عشان يحقق السيولة لتدفق السفن سواء كانت البضاعة المختلفة أو البترول أو خلافه وكان الرئيس المصري قد أمر بتحديث الأسطول البحري بهيئة قناة السويس بعد أزمة السفينة الجانحة بالإضافة لتعزيز قوة قاطرات الشد الخاصة بالهيئة تشهد قناة السويس تطويرا مستمرا لتعزيز مستوى الأمن الملاحي تطوير تتجدد هميته بعد حادث السفينة الجانحة التي أكدت محورية القناة كأهم محور ملاحي بالنسبة لحركة التجارة العالمية محمد نشط الغد محافظة الإسماعيلية حصاد الليلة مستمر معكم من الغد بعد الفاصل تتابعون مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين على مقتل شاب من عصولنا أفريقية برصاص قوات الأمن في ولاية من السوطة الأمريكية من جديد أهلا بكم في حصاد الليلة لأن تذكر بالملفات أمريكا تنفي مشاركتها في هجوم نتانز وإيران تعلق تعاونها مع دول أوروبية لافروف يستبعد الوساطة الروسية في أزمة سد النهضة ويقترح المساعدات الفنية رئيس العراقي يوقع مرسوما بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر دعوات فلسطينية لحماية مرشحي الانتخابات عقب محاولة استهداف مرشحي قائمة المستقبل قال قائد شرطة مدينة مينيابولس الأمريكية أن اطلاق النار الذي أودى بحياة الشاب من أصول أفريقية يدعى دون تيرايت ربما يكون حادثا عرضيا قد أوضح أن الحادث وقع بعد أن سحب الضابطة شرطة مسدسها بدلا من الصاعق الكهربائي وذلك خلال محاولة القبض عليه جاء هذا بعد طرابات اندلعت في منطقة بروكلين في ولاية مينسوتا أطلقت الشرطة الغاز المسيلة للدموع والرصاص المطاطي لتفريق المحتجين على مقتل الشاب من زاوية أخرى قالت شرطة في مدينة نوكسفيل في ولاية تنس الأمريكية إنها تعاملت مع بلغات عن اطلاق النار في مدرسة ثانوية شهد سقوط عدد من الضحايا بينهم ضابط شرطة وذكرت الشرطة هناك أن التحقيقات لا تزال جارية وأنها فرضت طوقا أمنيا على مكان الحادث نبقى معكم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الخسارة التي مني بها الجمهوريون في الانتخابات الرئاسية والتشرعية عام 2020 عمد المشارعون الجمهوريون لتغيير القوانين الانتخابية من خلال إضافة العديد من قيود التحقق من الهوية للناخبين فضلا عن تقييد عملة الاقتراع الغيابية ما وضعت الانتخابات الأمريكية الرئاسية والتشرعية أوزارها معلينة فوز بايدن وحصول الديمقراطيين على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب حتى أطلق الجمهوريون حملة كبرى لتغيير القوانين الانتخابية تغيير القوانين الانتخابية انطلق من ولاية تيكساس مع قليل الجمهوريين ولحقت بها ولايات نيوهامشير، ميشيغان، أوهايو، جورجيا، فلوريدا وآخرها إنديانا وميسيسيبي جميع من يقف هنا اليوم وأولئك الذين في منازلهم يعرفون السبب إن الحقائق لا تدعم المعترضين على القانون الجديد لأن قانون نزاهة الانتخابات يوسع الوصول إلى صناديق الاقتراع ويضمن نزاهة صناديق الاقتراع الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أنه سيفعل ما بوسعه لوقف محاولات تغيير حقوق التصويت ووصفها بأفعال غير أمريكية بينما أقام الديمقراطيون والعديد من المنظمات المجتمعية دعاوا قضائية لمواجهة ما وصف بقوانين التمييز وقمع الناخبين والحد من الوصول والمشاركة في الانتخابات ما دعا العديد من الشركات لمقاطعة الولايات التي عمدت لتغيير قوانينها الانتخابية والتهديد بنقل أعمالها إلى ولاية أخرى أعتقد أنه قرار صعب تتخذه شركة أو مجموعة ما لكنني أحترمهم عندما يصدرون هذا القرار وأويد أي قرار يصدرونه لكن أفضل طريقة للتعامل مع هذا هي أن تتحل جورجيا والولايات الأخرى بالذكاء توقفوا عن ذلك يتعلق الأمر بتصويت الشعب القوانين الجديدة أقرت متطلبات إضافية لتحديد هوية الناخبين في الاقتراع الغيابي فيما تمكن المسؤولين المحليين من تولي إدارة الانتخابات وتحد من استخدام صناديق الاقتراع وتجرم الاقتراب من الناخبين في الطابور لمنحهم الطعام والماء إذ يرى الجمهوريون أن هذه القوانين ضرورية لتعزيز الثقة بالانتخابات بعدما حدث في انتخابات 2020 الجمهوريون يقولون أنهم يعززون ثقة بالانتخابات والديمقراطيون يرون أن الجمهوريين يسعون لتقويض العملية الانتخابية ومنظمات مجتمعية ترى فيما يعرف في أوساط الجمهوريين بقوانين تعزيز الثقة لعام 2021 إحياءاً للماضي المظلم لقوانين التصويت العنصرية واستدعوات لتشريع فدرالي يضع أساساً وطنياً لقواعد التصويت من أمام الكونغرس الأمريكي عمر محمد قناة الغد واشنطن يستقبل سودانيون شهر رمضان هذا العام وهم يعانون وضعاً اقتصادياً معقداً الأسواق السودانية تعاني من شح في بعض السلع والارتفاع الكبير في أسعار بعضها تمتد الصفوف وتتكثر الأزمات ويكابد المواطن في السودان في كل صباح أزمات متجددة فالوقود مثلاً يتوفر لفترة ثم يصبح شحيحاً وترتفع أسعاره ليتوفر مرة أخرى في دورة شريرة لا تنتهي يدور معها المواطن بحثاً عن الوفرة وسهولة الحصول على الاحتياجات الحياتية اليومية دي وقفت من الصباح الساعة أربعة صباحاً من الساعة أربعة صباحاً وقفونا قرار طلعوا برة في الصف وتاني راجين يعيش يعني حاجي قول كبين البنزين نجيب العيش من وين جيبنا العيش نجيب الغاز من وين كل أجي حاجي صف صفه ما في أي شي بالقروش ما في القروش لو في ما في لكن الحزانة شغل ذات الزريج فيش يشتغل يطلح حق العيش يطلح حق الغاز ما بيلقى حاجيب في الغاز ثلاث يوم حاجي للبنزين نجيب فيه يومين حاجي للعيش نجيب فيه يوم من وين أنا هل يرزق اليوم باليوم المسألة بيقى معاناة شغيلة جداً جداً يعني المواطن ما بيقدر عليها يتخنق وصير مرحلة خلاص رمضان جاي رمضان جاي يا جماعة رمضان جاي برحمة رمضان ارحمونا يا الله ربنا ارحمكم أتيار الكهربائي غير المستقر والمنعدم لأيام في بعض المدن في السودان صار الأزمة الأكثر إزعاج للناس في السودان فأهمية الكهرباء تتمثل في أنها القاسم المشاركة في كل الأنشطة الحياتية جايانا سخانة وجايانا صيام داخل علينا وجايانا أكل وتجهيزات وحاجات زي ذي والتلاجات واقفة ما ممكن أنه برما يتقطع تسع ساعات يعني أننا من خمسة صباحاً تقطع إجيبوا ساعة ستة من ستة تشتغل لحد ساعة مثلاً أربعة صباحاً ولا خمسة صباحاً تاني بتقطع ما تجينا إلا تاني خمسة ميسا يأمل المواطنون أن يكون الشهر رمضان فترة يجدون فيها الراحة من الركض خلف الصفوف ويأملون أن توفر السلطات لهم أسباب الراحة في هذا الشهر الكريم برغم الوعود الحكومية المتكررة بتوفير احتياجات المواطن يستقبل المواطن السوداني شهر رمضان هذا العام وسط أوضاع معيشية صعبة وأزمات متكررة تجعل تفاصيل يومه تتوزع بين الصفوف صفوف الغاز صفوف الخبز وصفوف الوقود وحتى إذا عاد إلى المنزل لا يجد الراحة بسبب أزمة الكهرباء سيهام سعيد قناة الغد الخرطوب يمر شمال سوري بظروف بالغة الصعوبة في ظل انتشار الفيروس كورونا وكذلك ارتفاع سعر المواد الغذائية مع حلول الشهر الفضيل يأتي هذا بينما يحاول السوريون رغم ذلك استقبال الشهر الفضيل كما جرت العادة بالحفاظ على العادات السورية الرمضانية اعتادت العائلات السورية أن تنشغل في الأيام التي تسبق بدء شهر رمضان بتجهيز احتياجاتها الخاصة قبل بدء شهر الصيام وعلى رأسها المواد الغذائية لكن تبدو الأجواء الرمضانية غائبة تقريبا اذ ألقت جائحة كورونا بظلالها على السوريين مسببة شللا للحياة الاقتصادية والحركة بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الضرورية للرمضان يعني نحن على بواب رمضان مثلا تغطر تقولي أبواب رمضان واستعدادات رمضان استعدادات رمضان شغلات الأساسية هي التي تكون عندنا مثل ما يقولون التمر أو الشغلات أو الشوربات أو الكذا هاي ما عم يحسن المواطن يوفرها ولا يوفر حقها أنا على سبيل مثال عامل أختي بدي أشتغل ثلاثة يوم لأقدر أخذ كيلو تمر بدي أشتغل يومين لأقدر أخذ كيلو عدس شوربة يحظى شهر رمضان المبارك بمكانة خاصة عند السوريين البهجة حاضرة رغم الوجع حيث يحاول الأهالي بكافة الطرق استقبال الشهر الكريم كما اعتادوا عليها ولا سيم المحافظة على العادات السورية الرمضانية رغم الغلا ورغم الوضع ورغم الحصار ورغم هاي تبع الكارونة والحضر وكل شيء متعودين نجيب هالشغلات يعني لا رمضان متعودين على هشين إحنا السوريين يعني لو ندين إلا بدنا نجيب هالشغلات يعني ما فينا بلا هالشغلات ما نجيب تعودنا في ما فيها هي لو ندين وقد طغط الإجراءات الصارمة التي اتخذت لمكافحة تفشي الوباء على الاحتفالات والطقوس الدينية المعتادة لاستقبال شهر رمضان ولم تتزين الشوارع والبيوت كما العادة لتبدو آثار الأزمات سيدة المشهد ناس سيد قناة الغد القامشري فازت المخرجة الفلسطينية فرح النابولسي بجائزة الأكاديمية البريطانية للأفلام عن فئة الأفلام القصيرة عن فيلم الهدية ولدى إعلان فوزها أهدت فرح النابولسي هذه الجائزة لشعب الفلسطيني الذي يواصل كفاحه من أجل الحرية والمسوأة استطعت عبر فيلمها القصير الأول أن تقطو خطوة وثقة في عالم الإنتاج والإخراج السينمائي إنها الفلسطينية فرح النابولسي مخرجة فيلم الهدية الفيلم حاز على جائزة أفضل فيلم بريطاني قصير في حفل توزيع جوائز أكاديمية فينون السينما وتلفزيون البريطانية بافتا وبهذا الفوز يعزج الفيلم حضوضه في التنافس على الفوز بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم روائي قصير حيث تم اختياره ضمن قائمة الأفلام القصيرة المتنافسة على الجائزة هذا العام وقد نجح الفيلم حتى الآن في الترشح أو حصد جوائز عدد من مهرجانات الأفلام القصيرة في الولايات المتحدة وعدد من المهرجانات السينمائية في دول أخرى حيث حصد الفيلم نحو 26 جائزة وأكثر من 20 ترشيحا لجوائز وعقب الفوز بالجائزة أهدت المخرجة فرح النابولسي فوز فيلمها للشعب الفلسطيني وتدور أحداث الفيلم حول رحلة أب مع ابنته الصغيرة عبر معبر إسرائيلي نحو بلدة قريبة لشراء هدية لأمها بمناسبة عيد زواجهما وهو الأمر الذي يجسد المعاناة اليومية لسكان الفلسطينيين عند تنقلهم عبر المعابر ونقاط التفتيش الأمنية الإسرائيلية دوما من رحم المعاناة تظهر الإبداعات حصاد الليلة قد انتهى من الغد الآن تذكر بالملفات بالعنوين أمريكا تنفي مشاركتها في هجوم نتانز وإيران تعلق تعاونها مع دول أوروبية لافروف يستبعد الوساطة الروسية في أزمة صد النهضة ويقترح المساعدات الفنية رئيس العرقي يوقع مرسوما بإجراء الانتخابات المبكرة في العاشر من أكتوبر دعوات فلسطينية لإحماية مرشحي الانتخابات عقب محاولة استهداف مرشحي قائمة المستقبل كل سنة وحضرتكم طيبين دوما في أمان الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة